ربي نفسك أيها ما تستهربش ربي نفسك هو ده الوقت لتلبية نفسك السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس الفيديو بتاعنا النهاردة إزاي تربي نفسك وترود نفسك ناس كتير مننا كان في غير أيام الشهر الفضيل كان دايما يقول لي أصل الشيطان وسويسة الشيطان هو اللي بيقول لي ما قدرت شقاهم الشيطان الوسويسة صعبة قوي دايما الشيطان ده دايما حطلهمنا على الشيطان إنه هو دايما اللي بيوجهنا للأفعال اللي مع الظريفة على اللي بيوجهنا للشئ المش كويس طيب إنت فين من ده؟ إنت إزاي تخلي مخلوق زي داي يسيطر عليك؟ لو إنت كنت بتتحجج بالشيطان فالوقت يا حبيبي اللي إنت بتعمله ده نابع من نفسك من شخصك إنت خلي دايما يكون عندك النفس اللوامة دربها كبرها خليها حفزها خليها تزيد قويتها تزيد لأن هي دي الفرامل اللي بتوقفك عند أي شر انت بتعمله آه بيبقى فيه وفاصصة من الشيطان في الأيام العادية بس برضو النفس عليها عامل كبير دايما لما بتشوف شيء انت نفسك فيه زي ما يقول كده بتقول أنا نفسي كل شوية أنا نفسي أنا نفسي أنا نفسي حاول مرة تعاند نفسك بجد حاول مرة انت تعاند نفسك كده وقل ايه لقيت نفسك في ده أنا مش هعمل كده حاول تعاندها حاول تدربها على الصبر حاول تدربها انها تكون قوية ما تضعفش قدام أي مؤثرات أو مغاريات من اللي احنا بنشوفها في حياتنا لي ده شهر رمضان هو أفضل وقت للتدريب لأن نعرف كل ما هو نابع منك من تصرفات خاطئة فهو من نفسك وليس من الشيطان اعرف كده كويس جدا فحاول ترود نفسك تدرب نفسك ضربها على الصبر وده طبعا من ضمن الميازات الصيام انه بضربنا على الصبر صبر على المغاريات على الشهوات على الأفعال الخاطئة ما فيش حاجة كل حاجة نفسي فيها لازم اجيبها الوقت لا حاول تقنع نفسك بالقلاعة وبالصبر على البعض عن الشهوات أو البعض عن الأفعال الخاطئة مش كل حاجة نفسك تهواها تروح تعملها إنه موظم دايماً موظم الأخطاء بتجي من هوى النفس لما خلاصاً حاجة بحبها ممكن فبعاً تبدأ تحط لنفسك المبررات لا بس دي مقروها مش حرام ده اللي بيحصل الشيء مثلاً هو في الشرع إنه مقروه أو جائز إنه إحنا ممكن نعمله أو كلام من ده فبتبدأ تساول نفسك وتقولك لا ده يا سيدي عادة مش هتتحسب عليه ده حاجة بسيطة نحاول يا جماعة نخلي بالنا جداً من أنفسنا لأن فعلاً النفس لازم يكون في عندها النفس اللوامة يحاولوا تنشطوها يا جماعة الإنسان اللي مقادش عنده نفس اللوامة يعتبر إنه كان إنه إنسان ميت نحاول نحييها تاني نحاول نضرب نفسنا صح ونرب نفسنا صح على الأفعال الصحيحة واتبع الطرق السليمة إن شاء الله وربنا يهدينا وهيدكم جميعاً إن شاء الله وطبعاً بالقرآن وبالصلاة ربنا يجعل لنا الهدى بإذن الله ويجعله في مزان حسنتنا وتقبل صيامنا وصلتنا إن شاء الله بإذن الله ده كان فيديو النهاردة يا ربي يكون أفادكم وإذا أعجبكم يريد تشيروا لايك وسبسكرايب وأتمنى لكم سعيد السلام عليكم شكرا شكرا